اشتركوا في القناة اتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ومساعدته على تلبية مستلزماته الأسرية نهيك عن قافلة ضرورات حتمت إلزامية إشراك كل فرد وإطلاعه بل وتوعيته بمجمل الحقوق والمكتسبات التي تكفل الحكومة توفيرها له ما سبق ذكره لم يكن ليعد واقعا محسوسا لو لا الطبيعة الرحبة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر التي نادت بأهمية تكليف عدد من الوزراء ممن يمثلون مختلف القطاعات الخدمية للقيام بزيارات ميدانية إلى مختلف المدن والقرى بهدف تفقد احتياجاتها وتعريف الأهالي بما هي البرامج التنموية الموجهة لهم في قطاعات العمل المتنوعة نتمنى من الوزراء أن يقوموا بهذه الأشياء خصوصا هذه الأشياء أو المطالب جاءت من رأس الهرم صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان هناك نواقص كثيرة في ستراد ونأمل أن نحن من الوزراء رفعنا إليهم طلباتنا واحتياجات الأهالي بحكم أن نحن جمعية وممثلة من الأهالي على أساس أنهم يلبون هذه الاحتياجات في المستقبل إن شاء الله أبرزها؟ أبرزها طبعا الأشياء الخدمية عندنا حديقة ما عندنا حديقة عامة نفتقر إلى مدارس نموذجية عندنا في القرية نفتقر إلى مقر دائم إلى الجمعية الصورة في قرية النبي صالح تبدو واضحة وفي منطقة سترة تأتي أيضا متطابقة مع النهج الثابت والمستقيم لخط مسير العمل الحكومي دون زيادة أو نقصان إشادة ومن الحجم الكبير رضا من قبل قاطني المدن والقرى حول هذه الخطوة النوعية التي تختصر عليهم الوقت والجهد في إتمام ما يصبون إليه من خدمات أتمنى من جميع وزراء المملكة أن يستمعوا لتوجيهات سموه الكريم وأن يقوموا بإيجابية وبإصرار وبرقي هذا البلد أنا أتكلم حتى نرقى ونتعاون من المواطن والوزراء المعنيين لخدمة بلدنا طبعا هذه المبادرة كانت جدا طيبة من سعالة الوزراء لما زروا النبي صالح وكانوا أثرها ملموس من الأهالي نفسهم حيث أبدأوا احتياجاتهم ومطالبهم الخاصة مباشرة لسعالة الوزير عن الأهالي يطالبون سعالة الوزراء خاصة وزير الشباب الرياضة لأن الجزيرة تقريبا ناكسنها ملاعب كثيرة والجهد نادي النبي صالح ما عنده أي ملاعب نحن نطالب عندنا مطالب وائد من النبي صالح مثل ساحل بحري مثل شارع تجاري ما عندنا شارع تجاري تخطيط الجزيرة ممخططة يعني واجد مطالب عندنا محلات حق ترفية حق الأطفال نطالب عندنا التنفيذ بالسرعة يعني عشان نحن ناقص لنا أشياء وائد هنا والجماعة في النادي يكون يتابعون وياهم مفوض يستجيبون إليهم بأسرع وقت أنا بحار لو أريد أن أخلي مثلا طالب ما لولا أخليه أخليه في سترة ما عندي مكان الأطفال نطالب ببندر مسؤولون خارج مكاتبهم ينزلون إلى الشارع المحلي من أجل الاستماع لملاحظات المواطنين كافة وإدراجها ضمن سلم الأولويات للعمل على تلبيتها بالوجه الأكمل لا يمكن أن تجد أجدى من حوار المسؤول وقربه المباشر من محيط السائل عن رغباته ومتطلباته ولا يمكن أن تلمس حجم العائد المحمود على حياة صاحب الشأن المستهدف إلا إذا سمع صوته من مسافة الصفر دون حواجز رسمية تذكر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات